لا يهدف إلى غسل صفحة أحد الحقيقة هي الحقيقة قتلت حماس واختطفت الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال ونحن في هذه الجمعية واجب علينا أن نسمي أمرين بمسماياتهما لم يذكر في مشروع القرار منظمة تتحمل مسؤولية هذه الأحداث وأثارها وقصوة أعمال القتل والاختطاف التي تبقى قائمة تعدلنا يفعل ذلك لا أكثر ولا أقل إن أفعال منظمة إرهابية يجب أن لا يتم خلطها بالشعب الفلسطيني ما من أحد ينكر الظعر والإرهاب الذي تقترفه حماس نطالب بالإفراج الفوري عن الرهائن وأن يعامل الرهائن وكل المدنيين برحمة وإنسانية إحدى وأربعين دولة منها أشخاص بين الرهائن وعلينا أن نضع حدا لهذه المعاناة جميعنا يدرك في هذه القاعة أن للحرب قواعد ونحن علينا جميعا أن نعمل على حماية المدنيين وأن نحترم أقل الإنساني ونضمن حماية العبلي في المجال الإنساني في كافة الأوقات المدنيين في غزبين فذلك المضافي الأمم المتحدة يستهدفون بشكل مأساوي وغير مقبول ونطالب ببعالجة الوضع الإنساني السيء أن الوصول الفوري للمساعدة ودون أي عراقي الأساسي لهذا نؤيد الحاجة لهدنة الإنسانية نرحب بجهود الأمم المتحدة ومصر الأمم المتحدة بتوفير المساعدة عبر معبر رفح وهذه خطوة إيجابية أولى ولكن الكثير الكثير مطلوب حتى يومنا هذا تبرعت كنانا بستين مليون دولار في المساعدة الإنسانية تتوجه لشركاء موطيقا به في الأمم المتحدة وصليب الأحمر لتلبية احتاجات الفورية مدنيا ونحن مستمرون بضمان مساعدة دعمنا على توفير الماء والغذاء والمساعدة المقلل للأرواح لما نحتاجها ونحن ننظر إلى المنطقة بكملها فالضروري أن يكون العنف الذي نشده في إسرائيل وغزة أن لا ينتشر هذا إلى الضفة الغربية وإلى أي مكان آخر إن هشاشة الأوضاع في شمالي حدود إسرائيل مع لبنان أمر يخلقنا وإن التصعيد الإقليمي يبقى خطرا محدقا ولهذا فنحن نأمل أن تقوم الدول المجاورة أو أن لا تجر هذه الدول المجاورة إلى هذا النزاع بشكل أكثر